أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر من أوائل الدول التي تشارك في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منذ مشاركتها الأولى في قوات حفظ السلام بالكونغو في عام 1960 جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية خلال الاحتفال الذي أقيم في قصر التحرير بمناسبة اليوم الدولي لحفظ السلام التابع للأمم المتحدة وقال شكري أن مصر ساهمت على مدار السنوات الماضية في مهام مختلفة في مناطق النزاعات في إفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا محافظة على وضعيتها بين أكبر الدول المساهمة بأفراد حيث تساهم مصر حاليا بأكثر من 3000 من السيدات والرجال المصريين الذين يؤدون واجباتهم تحت رايات الأمم المتحدة